كما قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان سبع شركات صينية من كبريات الشركات في العالم ابدت اهتماما بالعمل في مصر نظرا لما تشهده الدولة من حجم ضخم للمشروعات التنموية الضخمة واضاف مدبولي ان الدولة تستهدف العمل على قطاع الصناعة لزيادة الصادرات وتهيئة موارد جديدة للدولة بالاضافة الى تقليل فاتورة الاستيراد سبع شركات صينية من اكبر شركات في العالم ابدت اهتمام شديد جدا انها تيجي سواء تنقل مصانحها او تعمل توسعات لها هنا في مصر بحجم استثمارات 5 مليار دولار في خلال التلات سنين الجاي ومع اكتمال هذه المصانع هتبقى بتنتج سنويا 8 مليار دولار طبعا احنا يعني الحقيقة ده كان من خلال التفاوض مع المنطقة الاقتصادية واحنا بالفعل النهاردة وانا يعني بلغت الرئيس الشركة الرئيس المنطقة ان انا حقابل بنفسي رؤساء الشركات دول ان هما هيبدأوا من الاسبوع الجاي ييجوا مصر عشان يقدروا ان هما يعملوا معنا الاتفاقيات النهائية ده انا بأكد عليه ان احنا كدولة النهاردة بنشتغل بدأب شديد جدا على موضوع الصناعة حوافز واعفاءات واجراءات تيسير للحصول على الاراضي والرخص موضوع الرخصة الزهبية كل ده الدولة المصرية بتعمله علشان حتى قدامنا فطورة الاستيراد ازاي كسرها وازاي سوا ازود صادراتي وعظم من العائد بتاعنا المشكلة الحقيقية في الصناعة وهي مش مشكلة ان الموضوع بياخد وقت لازم ان احنا نبقى عندنا من الصبر ان احنا نشوف هذه المصانع بتاخد وقتها لغاية لما تظهر على الارض